الفنان محمد رمضان خرج من تصوير مسلسل جعفر العمدة بنفس قصة شعره وركب عليها دي الحصان وبقى شخصية تانية وسمى نفسه محمد هاشم وبقى أسطورة أسفلت في فيلم هارلي واللي بيضم العائلة الفنية اللي عندها قدرة كبيرة إن هي تجذب جمهور شباك التذاكر في العيد علشان يقدر يكسب استباق مرتين وراء بعض في رمضان والعيد بفيلم قصته غريبة علينا ويمكن بتتكلم عن ناس مش موجودين ما بيننا بيطل علينا محمد رمضان بمعاونة النص التاني من الفولة محمد سامي ونص دين ومية عمر علشان يقدموا لنا فيلم جديد في العيد وهو هارلي أسطورة الأسفلت محمد رمضان في الفيلم الجديد لاستخارج من نجاح كبير حققه في مسلسل جعفر العمدة بعد ما قدم 30 حلقة ملتهبة خلت الجمهور متابع للأحداث بشكل يومي والسوشيال ميديا كلها بتتكلم على المسلسل اللي مليان أحداث سخنة فيها شوية أوفر أو مش شوية كتير يعني ولكن في النهاية قدروا أنهم يحصدوا اهتمام الجمهور من خلال المسلسل محمد رمضان بدأ تصوير فيلم هارلي أسطورة الأسفلت في أواخر فبراير اللي فات وتم الانتهاء من التصوير في النص التاني من شهر رمضان يعني تصوير العمل استغرق حوالي شهر ونص المفروض أنه ينتهي من أعمال المنتاج والتحضرات النهائية للعمل قبل العيد يعني في خلال 10 أيام من تاريخ الفيلم ده طبعا بيتطلب مجهود كبير من صناع العمل اللي نجحوا أنهم ينتهوا من تصويره في شهر ونص علشان يلحق العيد طبعا الفيلم بيضم بعض وجوه جعفر العمدة زي الفنانة مي كساب والفنان أحمد داش إلى جانب الفنانة مي عمر واللي شفناها في أكتر من عمل سابق مع محمد رمضان وإن كانت ما شاركتش الموسم ده معاه وكانت بتقدم مسلسل علاقة مشروعة محمد سامي علاقته بالعمل إنه هو صاحب الفكرة ومن بين المؤلفين ومن الواضح إن بصمة محمد سامي هتكون واضحة في العمل بالكامل مع اختلاف موقع اسمه على الأفيش خصوصا إنه مخرج العمل محمد سامير هو مدير تصوير بالأساس فيلم هارلي بيحكي قصة شاب اسمه محمد هاشم مهندس الميكانيكا اللي بيرجع من الخليج مع أسرته علشان يكمل دراسته في مصر وفي الظروف ما متعلقة بالأحداث بيشتغل مع عصابة وطبعا لإنه نمبر وان وإنه بيقدر يتخطى الجميع ويكون هو الأقرب لزعيم العصابة دي الفيلم طبعا بيتضم مشاهد أكشن كتير وشغل حركي ومعارك كلها عن طريق الموتوسيكلات بيظهر محمد رمضان في الفيلم عنده ديل حصان ورسم واشمع لجسمه وأحيانا رابط راسه بمنديل وده لزوم الروشانة والحركات من المتوقع إن الفيلم يحقق مردود كبير في شباك التذاكر زي ما قدر يعمل مسلسل جعفر العمدة تلفت انتباه الجمهور بشكل كبير ونجح في ده أكتر من مرة قبل كده النوع ده من الأعمال بيكون مناسب جدا لجمهور العيد اللي بيكون خارج علشان يتبسط ويتفرج على عمل يجذبه بعيدا عن التقييمات الفنية الأخرى